الحمد لله كل اللي انزلوا للانتخابات كل برامجهم الانتخابية ما في أحد طالب وقال أنا سأطالب بتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى الشريع عنده أمر ثانوي حتى الملتحين منهم بل حتى أهل الصلاة الذين لا يفارقون المسجد يطلبون أمور دنيوية شعبوية حتى يرضون الشعب أما إرضاء الله سبحانه وتعالى هذا أخر مطلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من التمس رضا الناس بصخط الله صخط الله عليه وأصخط الناس عليه ومن التمس رضا الله بصخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه يا أخي أترك لك عذر عند الله سبحانه وتعالى تنزل تطالب بكل شيء إلا الشريعة أين هذه اللحية التي تتمثل بها أين المساجد التي لا تتركها أين دين الله سبحانه وتعالى ماذا ستقول لله عز وجل أين عذرك حتى لو تقول الناس ما راح تقبل أنت اللي أديت اللي عليك أنت أديت اللي عليك والأمر لله سبحانه وتعالى حتى يكون لك عذر عند الله سبحانه وتعالى ولكن يا أخوان كلنا يعلم هو التوفيق والخذلان من الله سبحانه وتعالى